السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانت طيبين ودية غوايح رمضان احنا كل سنة قبل رمضان نروح نجيب شوية بوهارات تمام كده زي ما يعني يعني بنجيب ايه الحاجات اللي نقصة اللي عندنا وممكن تكون هي بوهارات مثلا فترة معينة سلطة شهور سنة زي ما ايه ما تيجي طبعا عشان نشوف بس سنة روحت النهاردة يعني روحت النهاردة مكان اسم النقيطي في المنصورة عندنا في المنصورة اسم النقيطي يعني حاجات عنده فاخرة جدا واخد بالك وانا جبت حاجات مش اسعار مش اسعار يعني ايه ما جبتش حاجات ايه يعني كميات كبيرة اولا ان البوهارات ما تجيبش منها كميات كبيرة دي حاجة معلومة يعني البوهارات تجيب منها كميات قليلة علشان هي بتغير فانا عايز بس هوريكو هلفلكوا لفة سريعة كده على كل صنف واقولوك انا جبت منه قديه علشان انت برضو يعني ما تجيبش كتير يعني انا جايب من كل فيه اصناف 20 جنيه فيه اصناف 30 جنيه فيه اصناف 40 جنيه من اللي انت شايفة ده وهنبص عليهم واحدة واحدة والحاجة المهمة تجيبها والحاجة المهمة مش مهمة ما تجيبهاش عشان نبدأ الشهر الكريم ودي حاجات شهر رمضان خليكم معايا بقى كده وهنبدأ واحدة واحدة هيعريكم حاجة حاجة وفيه حاجات ما لسه ما جبنهاش طبعا يعني محدش يجيبكم المكان والاسعار هقولوكو عليها دلوقتي واحدة واحدة دي الارفة الارفة هي تسعرها هي بـ 460 جنيه الكيلو طبعا احنا جايبين بـ 19 جنيه و 32 قرش الارفة 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 تنفع في الكابسة وبتنفع في حاجات كثيرة جدا وانتو عارفين انا هخش عشان ما نطولش على طول دي الارفة اهيات انا نشوف انا جايب بـ 19 جنيه والخميرة ده هيت يا جماعة فاق باركة اوي نص كيلو يعني 450 جرام الخميرة ده هيت بـ 80 جنيه على فكرة يعني احنا الخميرة دي كويس احنا مجربين قبل كده وان شاء الله هتطلع كويسة بإذن الله اهد الخميرة بـ 80 جنيه هي ده ممكن تكون عندنا مثلا سبعة تمن شهور وده الطمر هندي اوت جايبينه بـ 38 جنيه الطمر هندي اوت بـ 38 جنيه النوع ده 38 جنيه اهو خلوة اوي جيبنا واحدة بس انا ما جبت واحدة بس وده هو امر الدين هم طبعا الناس النهاردة عاملون عليه خاص مبارد يعني ده هو امر الدين ده هو بـ 85 جنيه 85 جنيه امر الدين ده ولم حب تتكشف على امر الدين وتعرف هو مضبوط جده لا تقوم هنا من هنا كده بتجهه ده وتشيموا كده يعني متجهة ده هيه وتشيموا لو لقيت رحته اللقيت رحته المش مش فيه يبقى انه مشيه اللى ا whimاشاء الله مضبوط الف هنا وشيتاه كامل الكريكو اكيلو اكيلو من الكريكو ب 260 جنيه احنا جبت ب 108 جنيه يعني جوبت الكمية دي 418 جرامه عمت ب 108 جنيه و 68 ارش دول شوية حلبة بلدي شوية حلبة دول بنعمل بهم حاجات كتيرة جدا دول جاي بيجي 500 جرامه عمت نص كيلو يعني دول ب 60 جنيه سعرات 60 جنيه. وخد بالك الشوية الحلبة دولت بنعمل بهم اللي هو الحلبة اللي بتنبه دين تشوفتها السنة اللي فاتت في القناة. وكده يعني بتنفع. والحلبة مهمة جدا في البيت. ولما بكون مش عايز يبقى لها ريحة تحط شوية ليسون او شوية قرن في العلاء ولا بيبقى لها ريحة او حطت عليها لها حليب. بالريحة بتروح خالص والف انا وشيف حلبة مهمة جدا والحلبة سيضل لها موجودة في البيت. وده همت شوية زعتر انا جبت زعتر كتير جبت كزا عبوة لان الزعتر ده احنا بنحبه اوه اينا بنعمل بيه سندوتشاتة على طول وتلاقي لك الواحدة هابيان شوية زعتر كده في قلب الغرف كده وتعمل معاه حطت الجبنة وقلا اروع وممكن تعملوا في البيزة والكلام ده كل. دولت شوية هم زعتر بلدي هم. دول ايه بصبعة. اه بصبعتاشر جمت حطت على التدبيلات وممكن يتعمل كل حاجة اي حاجة. اه لسه هنجيله دلوقتي. ودولوا على البيتين برضو زعتر حلمي هو جاب اللي واحدة امتال له كمان واحدة. اهو زعتر زعتر الحلبي. زعتر حلبي ايه اهو محوج. حطنا عليه سمسم وحاجات كده ده بقى للاكل. التاني ممكن للتدبيلات زي ما موسوهيلة قالت. اهو يعني انا جاب كمية ايه اهو كيلو منه بمئتين وعشرين. انا جبت اتنين وعشرين جنيه وواحد وعشرين جنيه. ده الزعتر. هتقول الزعتر ده بركة في البيت على فكرة يا جماعة. مع زيت الزيتون ما اقولكش. ده فول سوداني محمص. وانا جبتك المية ايه لو مسوهيلة اتخلقت معايا بتقول لي ما اجا زودتش ليه. ده شوية دول بخمسة واربعين جنيه. هو كيلو اصلا بمية وسبعين. ده السعر مية وسبعين اهوة. اخد بالك. وده بمية وده شوية دول بخمسة واربعين جنيه. فول سوداني مقشر. ومتحمص. شوش شكل عامل ازاي. بيبقى جميل جدا جدا. انا ما بصلتش على المكسرات النهاردة. ما هي بتبقى غالية بس بتجيب الكمية اللي انت عويزها برا. وطبعا احنا يعني ده الدوم ده يا جماعة ما عندكوش فكرة. على كمية الفوايب بتاعته بيزبط الضغط. مش بينزل الضغط بس. بيزبط الضغط واحنا هنعمله ان شاء الله هتشوفوه بتعامل بالكرمالة. ولو طريقة. اه جميل جدا. بس هما يدها. الشوية دول انا اجابهم باثنين وعشرين جنيه انا هبعت اجيب شوية كمان. يعني يعني بالنسبة للموضوع الفول الفول السوداني والمكسرات. يعني. يا جماعة الحاجات غالية فعلا. انا دخلت من عرضة القتلي من ربعمية وانت طالع بقى. اه حاجات. اه حاجات. انت ممكن تجيب. على قدي فلوسك كميات صغيرة وتحطها حشو مع بعضها. هتعمل مرة واحدة. تعمل مرة واحدة. ماشي. كلام كلامك مزبوط يا حاجة بس. انا بصراحة ركزت في الشوية البهارات. انا النهاردة يعتبر شاري البهارات بس. انت مش هتروح ايه. ما عادش بقى. طيب نشوف الصنف اللي بعده. كلامك مزبوط يا حاجة. اه. دي جسط الطيب يا جماعة. انا جايب حبايا واحدة. ايه. خلي بالك انت هتبشر منها. يا ممكن تقعد دي تقعد عندك شوية حلوين يعني. ممكن تقعد سبعة طبعا شهور. حسب الوصفات اللي انت بتعمل بستة جنيه. يعني انت فاهم انت. ما ما تستهونش بها ديها تهيت. وبعدين بتبشر كده. اه. بس كده على انا انا جايب منها ديها. انا جايب منها دي بس. اصد. اننا لاننا عندنا هنا لسه اتنين. اه. اه انا جيب الوحدة. اه. اه. انا بتحطش منها هي دمت بشرة بسيطة جدا منها بتخليك الاكل ونكقة. اه. في حاجات كتيرة بتحط في حاجات كتيرة جدا. دي كبابة الصين يا جماعة. اللي هي اصلا بيتطق جزء من السبع بوارات. اه. جزء من كوبابة. اسمها هي. هتشوفوا كده يا رواضحة يا رواضحة يا رواضحة كوبابة صيني. اكيلوا منها بربعمائة وستين. احنا جايبين. جايبين بتمانية جنيه. بتسعة جنيه. بتسعة جنيه. بتسعة جنيه اللي فك هي. اه. اه. والكلم يعني شوية حاجات زي دول يا عمر. ده شوية حاجات دول يا جماعة. يعني لقتهم بفلوس يعني خلي بقى لك يعني. وده فلفل اسود طبعا الفلفل اسود ده. ما فيش وصفة في المطبخ الا ما بتحط فيه. اه. اه يعني انت تزوده. حتى انا زودته شوية. يعني زودته تاني. العلبة التانية. انا ملية العلبة دي شوية. شوية دولت باربعة وتلاتين جنيه. وستة وتسعين قرش الكيلو منه بتلتمية وتمانين جنيه. ما انت اجاب على قد فلفل اسود. اه. راجل ده كويس يا جماعة. عجبني قوي وعندهم اه تكنولوجيا يعني زي اجنك في سوبر ماركت كبير يعني. ودول شوية كمونة امت. كمونة امت يا جماعة. كمون ده بخمسمائة وعشرين جنيه. كمون بلدي ناعم. انا جبت باربعة واربعين جنيه واثنين وسبعين قرش. ومسهلة بتقول انت بزودتش منه ليه شوية. من الكمون ده. ولا بتقول على الفلفل اسود. يعني ده اساسيات. ده اساسيات. كمون ده مميم جدا هوت. وانت تعمل كده. انت هتخش برضو هتعمل. هتجيب الراجل بايقول لها زود شوية. قلتولو ما زودتش. لا بس هو ما يخلص هتجيبو طولو خلطة هيقض الشر. ويبقى طازة كمان. ويبقى طازة ويبقى طازة. ودول شوية سوبيا همت. شوية سوبيا همت. شوية سوبيا. الشوية سوبيا دولت. الكيلو منهم بمئة واربعين جنيه. انا جبت ربعمية واربعة جرامة همت. بستة وخمسين جنيه. وستة وخمسين قرش. تمام? دي السوبيا يا جماعة. انتم عارفين السوبيا طبعا. السوبيا ديت. وهي مكتوب عليها السوبيا عمان سوبيا. هل هي اردنية بقى انا مش عارف. بتقولوني بقى في التعليقات. ودول شوية نيشة همت. مكتوب عليهم نيشة مصري. اهو. هنا جبت. انا جبت كسينة هوت. واحد هنا باربع واربين جنيه. وواحد تاني باربع واربين جنيه همت. اهو. دول كسين. يعني انت النيشة طبعا عاملت بهم مقلبية. وبدخلوا في حاجات كثيرة جدا النيشة. اه. عشان بدخلوا في البشاميلي كمان. يعني دي كمية قليلة. انا ممكن يعني كمان شوية. لو انا سفيرت في اي وقت اقوم جايب كمان كسين. وده زبيب زبيب مصري. خلي بالك نمرة واحد. الكيلو بمئتين وعشرين جنيه. انا جايب ايه? اعتبر بتسعة وخمسين جنيه اهمت. شوية زبيب اهمت. هنحتاج تاني شوية. مش مشكلة. يعني انا لما لقيت الفاتورة كبيرة كده كده. يعني انا كنت اعاوز بس اجيب من كل حاجة. ويبقى كل حاجة موجودة. ونبقى نزود بعد كده. او نبقى نشوف النوايس ايه? وده الحبهان الحبهان وسط رفيع. دول هتقود الكيلو ب الف وربعمل جنيه. الف وربعمل جنيه. دول بتسعتاشر جنيه وستين ارش. حبهان طبعا شربات بقى وكل الاكلات. محدش مفيش حد بعمل الاكل. ايوه. وجايب منه مطحون تقريبا. وجايب منه برضو الحبهان المطحونة. حبهان ناعم. وده الحبهان ايه? اللي هو الحبهان يعني على بعضها. الحاصر. هو تجايب برضو الحبهان المطحونة. ده موجود وده موجود. ده كاكاو يا جماعة الحجة بتقول ان ده احسن كاكاو. كاكاو الغامق ده هو كاكاو ازباني غامق. الكيلو منه تلتمية وستين جنيه. في منه ان انت تجيبه وتعيب فاتح. اه. الحاجة بتقولك ما جيبش الفاتح. جيبش الفاتح. ده السادة ده والغامق ده هو اللي جودته عالية. اه جايبين شوية يا امت يعني احنا جايبين كام مية ستة وعشرين جرام. حلوين او يا جماعة حلوين. هات كمان مرة انما انت ما تحققش في نفسك. ما تدخلش وتتدايق وكل الناس ربنا اللي علم بها يعني. ربنا يعينكو جميعا. ده توم بودرة وده بصل بودرة. اهو. ده مهم جدا في البيت. مهم جدا يعني البصل. اه يعني انت ممكن ما كون ما عندك شبه ممكن تصدف ان يبقاش عندك بصل ولا توم في البيت. تصدف يعني. ممكن تحصل كتير يعني. هوا تانا جايب دولت بواحد وعشرين جنيه. ودول باربعة وعشرين جنيه. البصل اهو. زي ما انت شايفه كده بالضبط. بهارات السمك دي احنا اتكلمنا عليها تقريبا في وصفة كبسة السمك تقريبا. جميلة جمال يا جماعة ولو حططوه على اكل تاني بتبقى تحفة. ايه بمئتين وخمسين. انا انا ايه انا واضحة يعني. انا بحب اوضع لها عشان تعرفوا برضو الاسعار انتو. ممكن تروح تلاقي الاسعار نزلت شوية ده ما بقوله يعني. تلاتين جنيه هي تدول بمئتين وخمسين جنيه كيلو. بهار بهار سمك. اكتب بقى في ورقة علشان تبقى عارف. وطبعا دي بابريكا يا جماعة احنا دايما دايما بنعملها احنا في اكلنا. البابريكا هي كيلو بمئتين وتمانين جنيه. باتنين وعشرين جنيه. انا جايب باتنين وعشرين جنيه واربين قرش. دي بابريكا مدخنة. واللي جنبها ده هي بابريكا متبلة. اهي. واضحة خالص. الحمد لله واضحة. انا وتمانين. يعني المدخنة اغلى. اه. الف هنا وشيفة على قلبك. خليكم معنا بقى ما نكمل بقية الاصنار. دول شوية صوصات احنا اول مرة نشتريهم كده بالشكل ده. صوصات ديت اللي هي اللي ناوه. دي مستردة. مستردة يا جماعة. خلي بالكو. خلي بالكو. وديت كاتشاب برضو. كاتشاب. وده هي. هم هم معبينها كده. بس يما كاتبين على ايه. مايونيز. مايونيز. ودي مايونيز. هاينز. انت كاتبين على هاينز. منعرفش بقى ده حقيقة ولا لا. يعني هالهم هشغينا ومعبينها. ولا ايه. صوص. وده صوص باربيكيو. برضو الايه. مكتوب عليه هاينز. دي بتمانين جنيه. انا جايب دول بخمستاشر جنيه. خلي بالك معايه. وده بطمانتاشر جنيه للمايونيز ده. ودوت بستناشر جنيه الكاتشاب. ودوت بخمستاشر جنيه. خلاص. دول اول مره نستخدم. نشوفهم. يعني نجيبهم بالطرقة ديت. هنشوف هنبقى في الاستخدام. ابقى فص الفيديوهات كده. اقول لكم عليهم. طعمهم عامل ايه. ونظامهم ايه. ونقليلنا معاك بقى. خليلكم معانا. انا غدت نكمل بقى الشغل. وده هو الملبن يا جماعة. الملبن بتاع. ده ملبن الكحك على فكرة. انا اقيل له هاتلي ملبن الكحك. هو اجاب كيلوهات بسبعين جنيه كيلو. هو اجاب كيلو ستة وتلاتين جرام. اهومات بسبعين واثنين وخمسين قرش. وده ايه اخي الملبن اهوت يعني ايه احنا جبناها برضو عشان هنحاول نعمل كحك بازن الله ونورهولكم بازن الله في القناة. اهو. انا بحب كمان اكله كده اصل على فكرة قبل ما يتهم الكحك ولا اي حاجة. ده هم شوية قرنف يا جماعة. اهو. شوية قرنف اللي با الف وربعمائة جنيه كيلو. جاي بين محتاشر جنيه. وهنا برضو شوية كمان هم تقولت له هات زودهم شوية. وهنا شوية لبان لبان دكر. اهو. لبان. لبان دكر ده جماعة اللي عندهم مشاكل في السيدروم زي كده. واللي يعود السيدروم زي كده. ده ما عندكش فكرة. تركضوا كده ما تمدغوش. خليه كده ببقه كده لغاية ما هو القنف. هيعمل لك طاقة ايجابية جميلة جدا يا جماعة. وكده انا خلصت الحاجات اللي احنا جبناها من عرض. ده شوية حاجات بطيطة. بس عمرت البيت. خلت يعني مفيش حاجة تبقى نقصة عندك. طبعا انتم عارفين ان انا قاعدين في مشكلة ان احنا قاعدين في مكان بعيد. يعني الحاجات دي. فحنا بنجيبها كده بالشكل ده عشان كده. يعني انا لو قاعد في المدينة هشتري حاجة بس خلص بالعننة بان ايه بان نعمل. وفي حاجات نقصة مشاهل عارف زعم حامل سعدة ونقص كده ونقص كده ونقص كده. ولتلها حاضر يا حاجة ايجبلك اللي انت عوزنها. كل سلام طيبين وربنا يبركلكم يا رب في رمضان ويبلغكم رمضان وتصوم وكده حلوين ان شاء الله. وربنا ييملى بيكم بالخير والبركة بازن الله. السلام عليكم.